التنبيه الثاني ظهر بعض الشباب ودل الحمد لله ما من أخواننا بل هم من أهل البدع والأهواء والضلال يكفر حكومة السودان الجديدة جملة وتفصيلة وهي مجموعة أبي عمران ومن معه من السفهاء والسفلة أقول أولا هؤلاء ليسوا من إخواننا وهم من أهل البدع والأهواء والحمد لله رب العالمين رددنا عليهم وضللناهم قبل سنوات من الآن لشان ما في إنسان يقول ذلك من أخواننا يا جماعة ما من أخواننا ولا عندهم علاقة بالمنهج السلفي إطلاقا وكنا نعرفهم من قبل سنوات والحمد لله رب العالمين الآن ظهروا على حقيقتهم أنهم من التكفيرين ومن السرورية لأن منهج التكفير الغير منضبط بالشرع لا بالكتاب ولا منضبط بالسنة ليس هو من منهج أهل السنة والجماعة بل هو منهج جماعة الأخوان المسلمين منهج الخوارج منهج السرورية والآن ظهروا على حقيقتهم أما منهجنا الذي هو منهج أهل السنة والجماعة فإننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا نعتقد أنه ليس كل من قال كفرا قال كفرا فإنه يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية وهي التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع وهذا ما أجمع عليه جميع علماء الأمة منذ أولها إلى آخرها وهذا نص كلام أو ملخص كلام شيخ الإسلام بن تيمية في المجلد التالت من مجموعة الفتاواء وكذلك المجلد السابع من مجموعة الفتاواء وهو كلام جميع علماء الإسلام من أولهم إلى آخرهم أنه ليس كل من قال كفرا يكفر حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع وده بإجماع العلماء وده من نهجنا نحن كان حاكم ولا محكم قال كفر عديل لا يكفر إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع والأدلة كثيرة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك القول ده كفر ولا ما كفر كفر لا يشك فيه عاقل فضلا عن عالم القول كفر لكنه لم يكفر بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام له العذر فقال أخطأ من شدة الفرح لوجود مانع وهو الخطأ وعدم توفر الشرط وهو القصم الذي هو ضد الخطأ فلا يكفر الإنسان إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع والشروط هي الجهل والقصم والاختيار وعدم الإكراه والموانع هي الجهل والجهل وعدم وجود التأويل والخطأ والإكراه هذه الشروط هذه الموانع التي يجب أن تتوفر في من قال كفرا يعني بعد ما يقول كفر عديل بعد ذلك تتحقق الشروط وتنتفي الموانع حتى يكفر وأيضا نعتقد أن من يكفر هم من العلماء وليس السفهاء من هؤلاء الشباب السفهاء كفروا ساكت ويجيبوا كفوة للدعوة السلفية وهم إذا كانوا قد تكلموا بغير اسم الدعوة السلفية ما كان نشتغلن بهم كثير لكن أقول لك أبو عمران السلفية الأسري النجدي كذاب ساكر كذاب لا سلفي لا أسري لا غيره كذاب منهجهم ده منهج التكفيرين أخذوا من شيخهم دهك المجدوع في المناقل ده الاسم مين عبد الله حسن عبد الله النفيع ده ده أصلا رجل تكفيري معروف رجل سرور منذ قديم الزمان ما من الليل يا جماعة سروري من زمان لكن كان متخبي وده ألقاعد في وسط المكاشفية جم قبة وزريبة المكاشفة وطينة المكاشفة ما حصل يوم رد عليهم ولا يوم ما حصل رد عليهم فده منهج هؤلاء ده منهج الإخوان المسلمين والله ده ما منهجنا والحمد لله المنهج ده شكرا ما بزل يقول قلنا الآن خايفين من حكومة ما خايفين من حكومة ولا خايفين من حاكم ولا خايفين من رئيس برلمان ولا غير ولا غير نخاف الله سبحانه وتعالى المنهج ده الحمد لله قاعدين نقول منذ قديم الزمان حتى قبل الحكومة دي صح أو لا ما صح من زمان قاعدين نقول ما بجوز الخروج على الحاكم ولا يكفر الإنسان حتى لو وقع في كفر إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع سواء كان حاكما أو محكوما ولا يجوز الخروج على الحاكم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان قلنا في عهد الكيزان وقلنا في عهد ديل وده المنهج الوحيد الماب يتغير يهو نفس الكلام ولا تغير كلامنا ما تغير لكن منهج أولاك يتغير ده الحي يوسف يجي قعد يقول اخرجوا على البشيرة جماعة يخرجوا يجيون أسأل أمنا يقبضوا يقول والله أنا ما قلت لهم وأولا يشرزي ما قليلون يجيبوا قاعد في الكرسي الأحمر داك ما شفتوا يكذب كل يوم بلون جديد وبشكل جديد وبمنهج جديد كلامنا واحد ما بيجيوز الخروج على الحاكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وبعد ذاك بعد ما تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان بعد ذاك في شروط ثاني بعد ما يكفر الحاكم كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان القدر على إزالته والقدر على تنصيب مسلم صالح مكانه والأمن من وجود المبسد الأعظم من مبسدة بقائه عند إزالته كلها شروط وضعها العلماء الله منهج واحد ما يتغير والوحيدين المقعدين يتغير هم السلفين بحق أما دل كلهم ناس مجرمين ومن فوائد هذه الفتن ونعوذ بالله من الفتن لكن من فوائدها أنها تكشف مثل هؤلاء كم من المجموعات لا نتكشف في الفتن الآخرة دي بس وكم من المشايخ المزورين اتكشف الفتن الآخرة دي بس مين مهرام ماهر مين معارب عبد الحيوسف مين أبو عمران السجمان الرمدان مين غيره كم من الناس الآن اتكشفوا اتكشفوا مناعجهم كلها اتكشفت بنكلم الناس من زمان عبد الحيضة أنا بردع له منذ 18 سنة وألفت فيه كتاب وعملنا فيه خطب ومحاضرات بالمئات الناس ما صدقوا هلو يتتكلم في العالم وعالم والله وعمته كبيرة بجيوه فيه ديوانة اللفتة في التلفزيون كيف تتكلموا بيه الليلة كل البشر قاعدين يتكلموا بيه براهم عرفوا الحقيقة الليلة هادو بعد 18 سنة فالمنهج بتاعنا واحد الحمد لله يا رب العالمين لأنه ده المنهج المستمد من الكتاب والسنة بفهم السلف ترجمة نانسي قنقر